لم تهدأ موجة الجدل التي نتجت عن حصول ماريانو دياز الوافد الجديد القديم إلى صفوف ريال مدريد على الرقم 7 الذي كان يرتديه كريسيانو رونالدو في المواسم الثمانية الماضية وارتداه من قبله العديد من الأساطير مثل راول واخوانيتو وبوتراغينيو وأثار إعطاء دياز القميص رقم 7 الامتعاض لدى مشجعي الملكي بسبب ما اعتبروه إهانة وتحجيما لرونالدو ما وضع تساؤلات عما حدث في الكواليس بين رونالدو والنادي وأدى بالتالي إلى مغادرته التقرير التالي والتفاصيل في العادة تخلد لندية أساطيرها إما بتجميد أرقامهم أو منحها لمن يستحق وعلى نفس الوزن من النجومية لكن الأمور لا تسير على هذا النحو في ريال مدريد فالقميص رقم 7 في مدريد الذي يمثل ثقلا كبيرا حيث ارتده أساطير النادي كاخوانتينو وراول وأخيرا رونالدو بات من السهل الحصول عليه النجم البرتغالي رونالدو آخر من ارتداء منحه رونقا آخر بعد أن ترك ريال مدريد وهو هدفه التاريخي ومحققا معه واحدة من أفضل فتراته كان السؤال طوال الصيف من يحمل القميص الثقيل في ريال مدريد؟ نيمار؟ بابي؟ هازار؟ وبعض صيف من الأحاديث الكبير عن خليفة رونالدو وخليفة قميصه أراد ريال مدريد على ما يبدو إرسال رسالة إلى رونالدو بأن النادي أكبر من أي قميص فمنحه لماريانو دياز مهاجم جمهورية الدومينيكان العائد مليون بعد عام من رحيله عن الريال هذا التعاقد لم يكن مكان يدور في خلد الجماهير لكن المفاجأة التي لفتت الانتباه لم تكن في الصفقة بل في أن ريال مدريد قرر منح اللاعب الجديد غير المعروف نسبيا قميص رونالدو الشهير رغم أنه يمتلك أسماء رنانا كأيسكو وبيل لكن على ما يبدو فإن منح ريال مدريد القميص رقم سبعة لماريانو كان وراءه الرسالة إلى رونالدو وعرف عن ريال مدريد برودته مع أساطيره عكس برشلونة فرحل كاسياس وراول دون أن يحظوا بالتكريم اللائق وهو نفس الأمر مع رونالدو لكن على الأقل فريال مدريد منح القميص رقم سبعة لرونالدو بعد رحيل راول لكن بعد رحيل رونالدو نفسه لم يقم ريال مدريد بشيء الذي يليق بنجومياته